تابعوا مع أريدو أحوال طقس فصل الشيطان أريدو ديمة معكم مشاهدين في كل مكان أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس نقدمها لكم من قناتي البلد عن الحالة الجوية المنتظرة لهذه الليلة سجلنا استقرار على معظم مناطق الوطن مع تشكل بعض السحب التي تكون عابرة على المناطق الشمالية الوسطى وحتى الغربية وصول المناطق الداخلية الشرقية والغربية منها المرويكم إلى صورة القمر لاستناعي لهذه الليلة حيث توضح لنا صحب عابرة على معظم المناطق الجنوبية للصحراء فيما تبقى الأجواء مستقرة وصفية على المناطق الشمالية وحتى المرتفعات الداخلية حالة الطقس المسجلة لهذه الليلة مشاهدين ستكون الأجواء بحول الله من صافية إلى مغشات جزئيا وذلك على المناطق الشمالية الوسطى وحتى الغربية مع تشكل سحب كثيفة على المناطق الشمالية الشرقية وحتى على المرتفعات الداخلية الغربية أجواء سافية على العموم ومستقرات تميز المناطق الداخلية الوسطى والشرقية وصول المنطقة التلوحة وحتى المناطق الشمالية والوسطى للصحراء وأقصى الصورة أيضا بالنسبة لأقصى الجنوب مع تشكل بعض السحوب الخفيفة على المناطق الشمالية الغربية للصحراء درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة ستنخفض بحول الله إلى 3 درجات فقط على البيت 5 درجات بكل من الجلفة وبيتنا 12 درجة على الجزاء العاصمة وعنا بـ 13 درجة بوهران 12 درجة على ورقلة والوادي 9 درجات بغرديا وبشر 13 درجة بكل من تندوف عين صالح وإليزي وتسع درجات بـ 8 راست حالة التقصى المنتظرة لصابحة الغد مشاهدين سجلنا إذن أجواء مشمسة إلى مغشات على المناطق الشمالية الغربية والشرقية وصول المرتفعات الداخلية الوسطى سحب كثفة مع تشكل خلايا رعدية تميز المناطق الشمالية الوسطى للوطن إذن أجواء ممطرة على المناطق الداخلية الغربية مع تشكل سحب خفيفة على المناطق الشمالية للواحد فيما تبقى الأجواء مشمسة ومستقرة على باقي مناطق الوطن مرويكم إلى درجات الحرارة المسجلة لصابحة الغد ستصل إلى 14 درجة بكل من الجزيرة العاصمة عن نابا ووهران 8 درجات على باتنا 6 درجات بلجلفة 5 درجات بالبيت 13 درجة بكل من الوادي غرديا وعين صالح 13 درجة ببشر 13 درجة بتندوف 17 درجة بالنسبة لإليزي 16 درجة بيتامان راست عن الملاحة والسيدة البحرية البحر بحول الله سيكون من هادئ إلى محتدل وذلك بالنسبة للسواحل الوسطى للوطن وفق رياح غربي تصل سرعتها من 5 إلى 15 كم في الساعة مع السواحل الشرقية البحر سيكون هادئ وجميل وفق رياح شمالية شرقية تصل سرعتها من 5 إلى 10 كم في الساعة عن السواحل الغربي البحر سيكون من محتدل إلى قليل الاضطراب وفق رياح شمالية غربي تصل سرعتها بحول الله من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة نمر إلى المعلومات الفلكية الخاصة بشروق وغروب الشمس بالجزاء العاصمة وضواحها الشروق بحول الله سيكون على الساعة السابعة و 51 دقيقة أما الغروب سيكون على الساعة السادسة و 12 دقيقة في ختام نشرتنا الجوية مشاهدنا كما العادة اليوم نعرج إلى جبال الوان شريس وهي صور رائعة من هذه المنطقة جبال الوان شريس أو كما تسمى وارسنيس باللغة الأمازيغية التي تعني الأعلى أو لا يوجد أعلى منها هي أعلى سلسلة جبلية في شمال غرب الجزائر تبلغ ضروتها سيدي عمار حوالي 1985 متر بالقرب من برج بن عامة 67 كيلومتر شمال ولاية تيشلف وتيسمسيلد هذه الجبال هي ملجأ للحيوانات والنباتات يوجد بها غابات شاسعة للأرز ومنبع مياه واحد هو وادي شلف تكتسي جبال الوان شريس في فصل الشتاء بحلة بيضاء نظرا لتساقط الثلوج الكتفة فيها إذن بلدنا واسعة وجميلة تفضلوا بزيارة الأماكن الرائعة فيها نهاية النشرة الجوية شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله قدم لكم أريدو أحوال تقص فصل الشتاء أريدو ديماماكم